تهديد إسرائيل بأصف مطار بيروت مش جديد صار لإسرائيل على أقل عشر سنين بتبرر استهداف المطار وصولا لمقال التليجراف اللي صور المطار كمخزن لصوريخ حزب الله بـ 2023 نشر مركز ألمى الإسرائيلي للأبحاث دراسة دعا فيها أنه حزب الله عم يدير المطار مع الدولة اللبنانية من خلال وزراء وموظفين وحتى ضباط بالجيش وأنه تم تحويل المطار لما مر إيراني تعويضا عن أصف إسرائيل لشيحنات الأسلحة الإيرانية من سوريا للبنان بـ 2020 استغلنا تنياهو انفجار مرفق بيروت ليصوب على المطار وقال أنه حزب الله عم يخزن ويصنع أسلحة بمحيط المطار وحذر من انفجار ضخم تاني بـ 2018 ادعى نتنياهو نفسه أنه في منصات صواريخ بمحيط المطار بمناطق سكنية وأنه حزب الله عم ياخد الناس دروع بشرية وهدد بأصف إيران بلبنان بـ 2018 ادعى نتنياهو نفسه أنه في منصات صواريخ بمحيط المطار بمناطق سكنية بـ 2016 ادعى سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون أنه الحرس الثوري الإيراني عم يستخدم رحلات مدنية لتهريب السلاح لحزب الله ووجه رسالة لمجلس الأمن بهيدا الخصوص وقبل كل هيدا المزاعم والحجج استهدفت إسرائيل مطار بيروت بـ 1968 ودمرت سرب الطيران المدني اللبناني أصفته بـ 1976 وعطلت الملاحة فيه وكمان بإشتياح 1982 وبعدوان تموز 2006 ترجمة نانسي قنقر